اشتركوا في القناة من الفرج والرؤية هذه ليست للنساء فقط وانما ستكون للرجال والنساء بمعنى ان او الرؤية معانا وهي خاصة بالرجل وده تأكيد لكلامي في البداية انه من الممكن ان يرى الرجل في المنام انه ان هناك دم ينزل من فرجه اي من ذكريه فكلمة الفرج عموما يا جماعة عشان نبقى فاهمين بالنسبة للرجال اللي هو الذكر وبالنسبة للنساء اللي هو الفرج العادي فبعض الناس من الممكن ما تتخيلش ان كلمة الفرج قد تقال للرجال لا كلمة عامة تصح ان تكون للرجال والنساء لكن دعونا نكمل ما بدأنا ان اول رؤية معانا ان الرجل رأى ان دم ينزل من ذكره او من فرجه فهذه الرؤية تدل على الذنوب والمعاصي وقيل ان هذا الرجل بعض المفسرين قالوا ان هذا الرجل سبق له وان جامع امرأة لا تحل له زينة يعني والعياذ بالله فكل ان الرجل يرى ان هناك دم ينزل من ذكره فذه رؤية غير محمودة بالمرة يذنوب معاصي يجمع محرم اما رؤية المرأة المتزوجة ان هناك دم ينزل من فرجها هذه الرؤية تدل على انجاز بعض الاعمال التي تتمنى هذه المرأة ان تحققها فهي رؤية محمودة بخلاف الرجل وقيل ان هذه الرؤية تدل على الامان والطمأنينة لان هذه هي طبيعة المرأة فهذه الرؤية تدل على الامان والطمأنينة رؤية المرأة المتزوجة ان الدم يخرج من ذكر زوجها هذه الرؤية تدل على الفرج تدل على الفرج رؤية المرأة المتزوجة ان الدم ينزل من فرجها ولكن بغزارة دم كثير طبعا في الطبيعي ان الدم بينزل لكل امرأة كما هي متعودة لكن هي شافت في المنام طبعا كل امرأة على حسب حالتها شافت ان الدم بينزل منها في المنام اكثر من الحقيقة هنا الرؤية تدل على كثرة زنوب هذه المرأة التي فعلتها وهذه رؤية تحذيرية ينبغي عليها على الفور ان تتوب من هذه الافعال لعل الله تبارك وتعالى يقبل توبتها رؤية المرأة المتزوجة ان الدم ينزل من فرجها ثم رأت في المنام انها اغتسلت بعد انتهاء نزول الدم هذه الرؤية تدل على قبول التوبة من افعال سيئة كانت تفعلها المرأة قديما وكأنها تابت من هذه الافعال فهذه الرؤية تبشرها بان الله قد قبل توبتها وقيل احيانا ودي بعض الرؤى قد تخص بعض الناس لان ما ينفعش ان الرؤية تكون معناها معنى واحد فقط قد يتماشى مع البعض وقد لا يتماشى مع البعض ولذلك بعض المفسرين قالوا ان احيانا نزول الدم من الفرج هذه الرؤية عموما للرجال والنساء تدل على تحسين الاوضاع وحيانا تدل على زوال المشاكل وزوال الهموم والراحة بعد التعب دي كانت بعض الرؤى التي تكلمنا عنها تحت عنوان نزول الدم من الفرج لرجال والنساء انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته